قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق إذا وقب تعالوا نتعلم مع بعض قراءة سورة الفلق ونتعلم القلقلة كده بسهولة ألمك معاك زي ما اتفقنا الأحمر ما تجيبش ألم رصاص ألم أحمر ومصحفك الخاص بيك نتعلمنا بسورة الناس أي نون عليها شدة نحط تحتها نقط عشان نغنها أو أي نون مش عليها تشكيلة نحط تحتها نقط عشان نغنها النهاردة إن شاء الله هنتعلم القلقلة كل آخر آية هتحط مثلث تحت الحرف الأخير تحت القاف وتحت القاف وتحت الباء وتحت الدال وتحت الدال وقف الفيديو وبعد كده حط مثلث تحت آخر حرف في كل آية وبعد كده شغل تاني كده حطنا النقط والمثلثات تعالوا بقى مع بعض نتعلم قل أعوذ برب الفلق إذال ها طرف لساني حتة لقدام تلمس سنتين لقدام ما تخرجش لسانك بره تلمس إيه حتة لقدام بالسنتين لفوق عشان تقول إيه ذا قل أعوذ والهمزة آه مدفق مهاش برب ما تدخلش بالذال على الباء قل أعوذ بلا قل أعوذ برب بي اكسرها كويس قل أعوذ برب الفلق برب اكسر الباء الفا واللام خلاها حروف مرقاقة كده فا لا فا لا قل أعوذ برب الفلق وآخر حرف بها نقلقله نقلقله يعني الآلة دي عاملة زي الاخلاخة بالضبط يعني بلا خلاخ حاجة كده فوأنا بانطأ حرف القلقلة ده اللي أنا حطيت تحته مثلث ولسه الصوت في الفم عندي او مسايب الايه الصوت مرة واحدة قو 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 وحروف القلقلة دي عاوزك تكتب هالف هامش المصحف في الجنب كده اللي هي القاف والطاق والباق والجيم والدال اللي هي ايه تجمعهم ايه قطب جد هتكتبهم ايه في الها مش كده عشان تفتكرهم القاف والطاق والباق والجيم والايه والدال اي حرف من دول لما يكون عليه سكون سواء بقى في وص الكلام او في الاخر هقف عليه وسكنه اعمل القلقلة دي ان انا اجي عليه ولسه الصوت عندي في الفام وقوم سايبه من راحت اعمل له لاخلخة كده عمل زي لما تلاخلخ ايه حاجة كده تمام قل اعوذ برب الفلق اسيبه كده ايه وليسه الصوت عندي تمام قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق احنا اتفقنا ايه هنغني هنا اللي ينغني مش علا تشكيلة والشين ها شري افتكر شاي او شادي شري ما بقولش شاء من شر ما خلق والخاء بقى ما بقولش خاء واللام لا خلق من شر ما خلق ومن شر زيه تمام احنا حطنا النوع ومن شر غاسق اذا وقب غاسق ما تقولش غا غا اي غا اسمه ايه غا غا سيق غا سيق غا سيق والسين بقى سي من صي سي غا سيق اذا ها ما تنساش لسانك ما تقولش اذا ومن شر غا سيق اذا وقب ما تقولش و والقاف والبا ها وقب اسب بس الفم كده عمل لا لاخ لاخ وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد لو عد كن ستة اعمل تحت النون النفاثات احنا قلنا النون مشددة ولي مش على تشكيلة نحط تحتهم نقط عشان نغن ومن شر النفاثات في العقاد والثاء زي الذل بالضبط بس تطلع هوا طرف لسانك يلمس الايه السنتين اللي فوق وطلع هوا ما تخرجش لسانك بر ثاء 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 ايو عد دخل لسانك جوه تخلىها سين ثاء ثاء النفاثات ثاء ومن شر النفاثات في العقاد والدال لاخ لاخ عقاد عقاد ومن شر حاسد إذا حسد ما تنساش الثال إذا وشر ما تقولش شاء ومن شر حاسد إذا حسد وقلق للدال تعلموا الصورة كلها مع بعض وقلوا الوراي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ترجمة نانسي قنقر